بسم الله الرحمن الرحيم سنة أولى إعدادي من مدخل القسط بعنوان حماية البيئة من التلوث المادي والمعنوي وفيه بإذن الله سنتطرق إلى محورين أساسيين المحور الأول بعنوان مفهوم البيئة ومظاهر تلوتها أولا مفهوم البيئة البيئة هي الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان وغيره من الكائنات الحية مؤترا فيه ومتأترا به فالإنسان يؤثر في البيئة وفي نفس الوقت تأثر بها ومنه يحصل على أهم المقومات لحياته كالغداء والدواء والمأوى ومن أهم مكونات البيئة الماء الهواء التربة ثانيا مفهوم التلوت التلوت هو إدخال الملوتات إلى البيئة الطبيعية أي إدخال عناصر غير طبيعية إلى الوسط الطبيعي الشيء الذي يلحق الضرر به ويساهم في اختلال التوازن البيئي وللإشارة فالتلوت نوعان مادي يرتبط بالوسط الطبيعي وتكون آثاره مباشرة على الإنسان أما التلوت المعنوي فيرتبط بالسلوكات والأفعال والأخلاق الإنسانية وآثاره غير مباشرة وغير ملموسة على الصحة النفسية والبدنية للإنسان ومن أهم مظاهر هذين النوعين ما يلي إذن نبدأ بحول الله بمظاهر التلوت المادي من أبرز مظاهر التلوت المادي ما يلي أولا تلويت الطروة المائية وذلك برمي النفايات والأزبال ومخلفات المصالح وغيرها من المواد الضارة ثانيا تلويت الطروة النباتية والغابوية بطرح الأزبال فيها والقضاء عليها بالإجتتات والرعي العشوائي أو ما يسمى بالرعي الجائر ثالثا تلويت الهواء بوقود السيارات ودخان المصانع رابعا الإضرار بالطروة الحيوانية وذلك بالقتل والأدية وإفساد أماكن عيش الحيوانات والصيد الجائر أي الصيد العشوائي الغير المقنن خامسا تلويت محيط العيش برمي الأزبال والنفايات في الشوارع والطرقات والبيوت والمرافق العامة كالمؤسسات والحدائق وغيرها إضافة إلى غياب النظافة وفيما يخص مظاهر التلويت المعنوي فبدورها متعددة وندق منها ما يلي أولا الضوضاء كالموسيقى الصاخبة ومنبهات المركبات والكلام البديل فضلا عن التلويت البصري كاختفاء المظاهر الجميلة وانعدام الدوق الفني ثانيا انتشار الجريمة وعدم الأمن إذ لا يستطيع الإنسان أن يعيش في أمان ولا أن يطمئن لا على نفسه ولا أهله ولا ممتلكاته ثالثا انتشار الأفكار المنحرفة كحركات التنصير والإلحاد والغلو والتطرف رابعا الفساد الأخلاقي وذلك بغياب الفضائل كالصدق والأمانة والحياة والمعاملة بالتي هي أحسن وفي المقابل انتشار الردائل من كذب وتحايل وغيش ورشوة وانتشار لمظاهر العري وقلة الاحترام المحور الثاني عناية الإسلام بالبيئة أولا حماية البيئة المادية لقد اعتنى الإسلام بالبيئة بنوعيها سواء كانت مادية أو معنوية وذلك من خلال الدعوة إلى الالتزام بمجموعة من التوجيهات والضوابط الشرعية في التعامل مع هذين الوسطين فبالنسبة للبيئة المادية فقد دعى الإسلام إلى الاقتصاد في الماء وعدم تلويته فمعلوم أن الماء هو أساس حياة الإنسان ومن أهم النعم التي من الله بها علينا ومقوم أساسي لحياة الإنسان لقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي لذا فالإسلام دعا إلى الاقتصاد في استعماله وعدم الإصراف فيه وعدم تلويته لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه فالحديد فيه إشارة إلى نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن التبول في الماء الراكد والاغتسال فيه ثانيا الحد على تنظيم حملات التشجير والغرس قال عليه الصلاة والسلام إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فالحديد فيه دعوة صريحة إلى ضرورة اغتنان آخر فرصة من الحياة في الغرس وحملات التشجير على اعتبار أنها من الصدقات الجارية التي لا ينقطع نفعها والتي تنفع صاحبها بعد الموت ثالثا النهي عن تلويت المحيط أي محيط العيش قال عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور إماطة الأدى عن الطريق صدقة وفي حديث آخر نظف أثميتكم رابعا النهي عن أدية الكائنات فالمسلم الحقيقي هو الذي يحسن إلى الحيوان ويرفق به فقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن تعديم الحيوان عذبت امرأة في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض وفي المقابل دخلت بغي الجنة في كلب سقده والبغي هنا هي الزانية قال عليه الصلاة والسلام بينما كلب يطيف براكية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغاية بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به خامسا الدعوة إلى النظافة قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان والمراد هنا بالطهور الطهارة بغض النظر إن كان الطهارة مائية أو كانت طرابية أو كان الطهارة كبرى أو صغرى وبالنسبة لمظاهر عناية الإسلام بالبيئة المعنوية فندكر أولا النهي عن إشاعة الفاحشة قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ثانيا الدعوة إلى نشر الخير قال عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ثالثا الحد على اختيار البيئة السليمة فديننا الحنيف يحطنا على اختيار الصديق الجيد وحسن اختيار الجار والجليس وحسن اختيار أيضا الزوج الصالح والزوجة الصالحة فبالنسبة للزوج الصالح قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من ترضون دينه وخلقه فزوجون وبالنسبة للزوجة الصالحة فقد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث حيث قال ادفر بذات الديني طريبت يدك رابعا الدعوة إلى التماسك المجتمعي حيث قال عز وجل في صورة الحجورات إنما المؤمنون إخوة خامسا تفعيل نظام الزجر والحزبة وهذا النظام بالطبفة وبيد أمير المؤمنين والدولة إذ يعملون على الضرب من حديد على كل من سعى في إفساد النظام العام للبلاد وذلك بهدف إقامة العدل وأخيرا غاية عناية الإسلام بالبيئة من أهم أهداف حرص الإسلام على العناية بالبيئة ما يلي أولا نيل محبة الله سبحانه وتعالى فحماية البيئة هي من أهم أبواب الإصلاح ونشر الخير التي أمرنا بها ديننا الحنيف ثانيا عمارة الأرض وتحقيق مبدأ الاستخلاف في الأرض ثالثا حماية مقومات الوجود الإنساني وما تستقيم به حياة البشر وبهذا نكون قد بلغنا نهاية هذا الدرس إلى الدرس المقبل بإذن الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملحوظة هاما أبنائي بناتي أحيانا تردني تعليقات بخصوص عدم وضوح صورة الفيديو فمما ينبغي التنبه إليه أن هذا الأمر راجع إلى ضعف صبيب الأنترنت لديكم خصوصا في هذه الفترة التي تشهد ضغطا شديدا على صبيب الأنترنت فأنا دائما أحرص على رفع الفيديوهات إليكم بجودة عالية جودة أشدي لذا فكل ما عليكم أبناء بناتي لتفادي هذا المشكل هو تتبع الخطوات الآتية سنحاول أن نأخذ مثلا على سبيل المثال درس مثلا حديد عليكم بصدق إذن تابعوا معي إذن سننتظر الفيديو إلى أن يفتح إذن بعد بدء الفيديو في الاشتغال سنذهب إلى عقونة بارامتر أو الإعدادات فنضغط عليها إذن نمر إلى الجودة إذن سنضغط هنا نعم إذن سنقوم في هذه المرحلة بتغييرها من الجودة التلقائية إلى 1080 بيكسل وبعد ذلك سيظهر لكم الفيديو بصورة واضحة جدا بجودة عالية اشتركوا في القناة